اشتركوا في القناة متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى حضراتكم حلقة جديدة من حلقات قناة لغتنا الجميلة وتأتي هذه الحلقة في اطار سلسلة الالغاز النحوية مع هذه الجملة يا رجل قي نفسك النار كيف تجعل الخطاب للمفرد المؤنس والمسنى المذكر والمسنى المؤنس والجمع المذكر والمؤنس وبعد ذلك كيف تجعل الفعل مؤكدا بالنون مع مخاطبة المفرد المذكر والمؤنس والمسنى بنوعيه والجمع بنوعيه وقبل الاجابة نقف مع المثال وبالتحديد مع الفعل قي قي فعل امر من الفعل وقى وهو ما يعرف باللفيف المفروق اي المعتل الاول والاخر ويأتي الامر منه على حرف واحد قي وكذلك وعى امره عي وكذلك وفى امره في وهكذا ويعرب قي فعل امر مبني على حذف حرف العلة لانه معتل الاخر ويجوز ان تلحقه ها تسمى ها السكت فنقول يا رجل قه نفسك النار وهذا لا يكون الا حال خلوه من الضمائر اما حال اتصاله بضمائر فلا تلحقه هذه الهاء التي تسمى هاء السكت مثل قوله تعالى قنا عذاب النار ومثل قوله تعالى قو انفسكم واهليكم نارا اذا اعراب قي فعل امر مبني على حذف حرف العلة سواء اتصلت به هاء السكت ام تجرد منها نفسك مفعول به اول منصوب علامة نصبه الفتحة والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه والنار مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة تعالوا نجعل الخطاب للمفرد المؤنث والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه قبل توكيده بنون التوكيد يا اخي قي نفسك النار كيف تخاطب المفرد المؤنثة تصبح الجملة هكذا يا اختي قي نفسك النار وهنا الياء في قي هي ياء المخاطبة ولذلك يعرب فعل امر مبني على حذف النون وياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ماذا لو خاطبنا المثنى المذكر الإجابة عند إسناد الفعل المعتل الآخر إلى ألف الاثنين لا تحذف ياء كيف نخاطب المثنى المؤنث الإجابة يا اختي قي نفسي كما النار فالف الاثنين ضمير مشترك بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث وإعراب الفعل لقياه سواء مع المثنى المذكر أو المؤنث فعل أمر مبني على حذف النون وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل كيف نخاطب جمع المذكر عند خطاب جمع المذكر نقول يا إخواني أو يا إخوتي قو أنفسكم النار وقو يعرف فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل كيف نخاطب جماعة الإناث الإجابة يا أخواتي قي نفسكم النار وإعراب قي نفسكم فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ونصل إلى السؤال الأهم والأصعب وهو كيف تؤكد الفعل قي بالنون مع المفرد بنوعيه والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه عند توكيد الفعل قي حال خطاب المفرد المذكر نقول يا أخي قينا نفسك النار والفعل قينا يعرف فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد كيف نؤكد نفس الفعل عند خطاب المفرد المؤنثة الإجابة يا أختي قينا نفسك النار وقينا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه في هذه الحالة مسند إلى ياء المخاطبة ولكنها حذفت تخلصا من التقاء ساكنين كما قلت يعرف فعل أمر مبني على حذف النون وياء المخاطبة المحذوفة تخلصا من التقاء ساكنين في محل رفع فاعل كيف نخاطب المثنى المذكر؟ الإجابة يا أخوي قياني نفسيكم النار وقياني تعرف فعل أمر مبني على حذف النون وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ولاحظ أن نون التوكيد مع ألف الاثنين شدة وكسرة وليس شدة وفتحة كما هو المعتاد لاحظ أن الفعل عند اتصاله بنون التوكيد يبنى على الفتح بشرط أن يكون اتصال نون التوكيد به اتصالا مباشرا أما في قنة لم يبنى على الفتح وإنما بني على حذف النون لأنه لم يتصل اتصالا مباشرا لأن هناك يا مخاطبة محذوفة وهي تعد فاصلا ملحوظا أما ألف الاثنين فهي فاصل ملفوظ كيف نخاطب المثنى المؤنث مع توكيد الفعل؟ كما قلنا أن ألف الاثنين ضمير مشترك بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث ولذلك الإجابة يا أختي قياني نفسيكما النار والإعراب هو نفس الإعراب فعل أمر مبني على حذف النون وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وهي فاصل ملفوظ ونون التوكيد شدة وكسرة بعد ألف الاثنين كيف نؤكد الفعل قي عند مخاطبة جماعة الذكور؟ الإجابة يا أخواني أو يا أخوتي قلنا أنفسكم النار الفعل قلنا فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة المحذوفة تخفيفا أو تخلصا من التقاء ساكنين في محل رفع فاعل إذن هنا نون التوكيد لم تتصل بالفعل اتصالا مباشرا وإنما يوجد فاصل ملحوظ وهو واو الجماعة دلت عليه ضمة القاف كيف نخاطب جمع المؤنث مع توكيد الفعل بالنون؟ الإجابة يا أخواتي قيناني أنفسكم النار عند توكيد الفعل بالنون الفعل المسند إلى نون النسوة نأتي بألف تسمى ألف فارقة تفصل بين نون النسوة ونون التوكيد ونكسر نون التوكيد كما فعلنا مع المثنى والفعل قيناني هنا يعرف فعل أمر مبني على السكون لأن نون النسوة أسبق من نون التوكيد ومعلوم أن الفعل إذا أسند إلى نون النسوة بني على السكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر